زينت الأمطار سماء الجنادرية في أول يوم استقباله العوائل وكأنها ترحب بزوارها عن طريق رذاذها وزخات المطر الندية والله الرغم أن الأجواء هذه التراثية هي اللي جبرتنا تراث بابنا واجدادنا هي اللي خلطنا نجي لأنهم عاشوا في الأجواء هذه من أول يعني عاشوا وقدروا الأجواء هذه ما فيه أي مشكلة يعني نحن نعاصر ونشوف الأجواء لهم فيها زوار المهرجان أكدوا حرصهم واهتمامهم بزيارة المكان كل عام حتى لو ساءت أحوال الطقس فكما قالوا إن هدفهم من الزيارة هو تأكيد الهوية العربية الإسلامية وتأصيل الموروث الوطني بشتى جوانبه والحرص على المحافظة عليه ليبقى إرثا متواصلا للأجيال القادمة صراحة يعني حب للوطن وشارك أفراحة والمهرجان هذا يعني تغير عن السنوات اللي قبل صار أفضل من السنوات اللي قبل وعشياء كثيرة يعني أنا عجب من التراك وأبغى أشياء في التراث أجدادنا شهد المهرجان إقبالا كثيفا من غير السعوديين تنوع ما بين حضور الأشقاء العرب وزوار من دول وقارات أخرى بالرغم من انخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار لم تمنع الزائرين من حضور المهرجان أسمى عبدالواحد الإخبارية الرياض